في هذا الفيديو سوف نتعرف على البنية التكرارية ببساطة الآن لو ردنا أنه نطبع هذا الستيتمينت لعشر مرات فأنت طبعاً راح تقول هنا أطبع بهذا الشكل يعني في البداية أستخدم مثلاً برينتلاين بهذه الصورة وأقول كترة C كترة V وأبدأ كرره هنا أثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أو دعش اتناعش وتستمر طيب ما فعله أنه فرض من عندك أنه تطبع هذه العبارة لآلاف المرات حتى راح يستغرق من عندك وقت يعني وقت كبير وبالتالي فإحنا نحتاج إلى ما يسمى باللوب البنية التكرارية إنت تريد تكرر تكرر هذا السطر البرمجي ضمن كود معين ضمن شرط معين مثلاً أقل هنا ضمن هذا الشرط المعين أبدأ أطبع لهذا الستيتمينت كيف نقوم بهذا الشيء؟ العملية بسيطة جداً راح نستخدم فورلوب الآن خلال هذا الفيديو فأبدأ أجعلها عبارة عن كود بلوك يعني في الأساس هو هذا كود بلوك أخذه هنا بهذا الشكل وأبدأ أضيف له إيش؟ أضيف له البنية التكرارية فور البنية التكرارية فور راح تكون عندك الآتي فور ورح نعطي اسم يعني اسم للمتغير نفترضه عبارة عن item بهذا الشكل راح نقل له هنا إن من واحد إلى نقطتين عشرة بهذا الشكل إن طبعاً هذا يعني معناه أنه هذا الـ item راح يكون بداية العدمات من واحد إلى العشرة راح يعني تقوم بهذا الكود بلوك بهذا الشكل الآن ببساطة لما تعمل علي رون بهذه الصورة راح يطبع عليك print يعني من print للمنسبة لهاي لمدة عشرة مثل ما تلاحظه الآن أمامك الآن لو أكررها إلى ألف بهذا الشكل أعمل رون علي فالآن ببساطة راح يعمل رون لمقدار ألف هاي بهذا الشكل إذن هذا بلسفة الاستخدام For Law